صباح و اهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث عن تليفون جديد جديد من شركة سوني اسمه Xperia Pro. هذا التليفون يستعمل كلمة professional مضبوط مضبوط. ليس فقط يضعه Pro عليه حتى نقول ان التليفون اسمه Pro. عنده شغلات في قلبه لهذا التليفون يساعدنا نعمل Live Stream فينا نعمل كمان ستريمين للانترنت دغري منه لهذا التليفون. و ليس فقط هيك فينا نستعمل HDMI شريط اللي يطلع من الكاميرا الكبيرة DSLR تعيتنا لنفوته عليه للتليفون ونستعمله كشاشة ونطلع كل المعلومات من الكاميرا على التليفون وعلى الانترنت بالألترا ويتبان. أسرع انترنت موجودة الآن على التليفونيات بأميركا. يلا أنا طارق شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك. دعنا نتحدث عن Xperia Pro من سوني. اعملوا لايك وسجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلككم فيديوهات جديدة. ما معنات كلمة Pro بقلبها الكاميرا؟ ما معناته أن الشغلات التي نستعملها هنا. هذه الشغلات التي نستعملها للـ Professionals. الناس الذين يظهرون بدون يعملوا Live Streaming من الشارع. الناس الذين لديهم كاميرا. لكن عادة يأخذوا معهم عدة كثيرة غالية. لا يستطيعوا يعملوا Live Streaming من تليفونياتهم. عادة يستطيعوا استعملوا التليفون طبعا. لأنهم لا يستطيعوا يوصلوا الكاميرا لقلب التليفون. ليعطوا الصورة المليحة خاصة لما يكونوا موبيل. لما يكونوا برا. هذه الشغلة كثير مهمة بالشغلات التي أسست عليها والتي ركزت عليها كثيرا مع هذا التليفون. عندما قالوا Pro أستون Professional أستون Pro Sumer. الشغلات التي نستعملها هنا لا نستطيع أن نستعملها بأي تليفون أخرى. والشغلات التي نستعملها هنا هي المميزات الخصوصية بين هذه الموجودة بالـ Xperia 1 Mark II. التليفون الذي نزلوه في أول سنة وأعلنوا عنه بنفس الوقت على الـ Xperia Pro. هناك كم شغل نتحدث عنها. أول شيء أن هذا التليفون لديه 5G في أمريكا. لدينا التليفون على الـ Ultra Wideband على Verizon. معنات أنه يأتينا الـ Connection لـ 2.6 ميجابيتس داون. أسفل بالغلط هناك. وغير ذلك أيضا الغطاء معمود من وراء بلاستيك. ليس معمود من نفس الشيء مثل Xperia 1 Mark II. حتى يجعل أن الأنتنيات الموجودة هناك أربع أنتنيات موجودين للـ Ultra Wideband تمشي مضبوط. إذا تحبوا Verizon ستعطيكم أحسن الـ Connection موجود على Verizon. لديه 5G العادية. الشيء الثاني أنه هناك أيضا ما لدينا وراء مثل Xperia 1 Mark II. لأنه الغطاء اللي وراء يعمل مضبوط. ومخصصينه لـ Connection لتليفون. ليس لـ Wireless. لكن يمكننا أن نستعمل الـ Storage الموجود في قلبه للتليفون لـ 512 جيجابيتس. بدل ما يكون لدينا فقط 256 متل Xperia 1 Mark II. والباقي كله يكونوا نفس الشيء. نفس الشيشة. 4K OLED. الكاميريات الموجودة من وراء والكاميرا الموجودة من الدين. كلهم نفس الشيء. هناك الزر الزيادة موجود لتحت على اليمين. Xperia 1 Mark II لديه زر واحد نقدر ندور فيها الكاميرا برو. أما الكاميرا العادية. هنا لدينا زر الثاني نستعمله لنقدر ندور عدة طبيقات موجودة في قلبه للتليفون. الطبيق اللي نتحدث عنه أول شيء. سيكون هو التطبيق 5G حتى نقدر نشوف قد قوة 5G موجودة على المطرح التي نسجل. والشغلة الثانية يمكننا أن ندور الـ Monitoring App. هذا اللي بتدور الشاشة اللي نستعمل نشوف ماذا يفوت عبرها من الـ HDMI الموجودة على هذا التليفون. هذه الشغلة كثير مهمة. وفينا نعمل مثل ما قلت لكم. زران موجودين لتحت. وغيروا كمان محل الزرار الثاني موجودة على التليفون. مثل ما عم تشوفه. هناك فرق كثير بسيط بينياتهم. ولكن من أن الحدث مضبوط. بينياتهم ماشي مع الحصوب 865. والـ Pro لديها 5G في أمريكا. العادة للـ Xperia 1 Mark II لا لديها 5G في الدول الثانية. وإن شاء الله يقولون أنه موجودة فقط في أمريكا للـ Pro وفي اليابان. لا أقلون أنه موجودة في عدة بلد الثانية. ماذا نعمل فيه لهذا التليفون؟ ماذا هي الشغلات للـ Pro التي نعمل فيه لهذا التليفون؟ التي يسبب أن أقدم شجعة لهذا التليفون كما تشاهدون عنها. أول شيء أريد أن أقولكم أنه سأقوم بعمل اثنين Live Stream على الكنال الإنجليزية. وإن شاء الله سأبدأ بالعرب أيضاً قليلاً. لكن أنا أعمل أحد كل يوم خميس مع زميلي اسمه أخوان كارلوس. اسمه The Best of Our Week. وكل واحد الثاني أيضاً للـ Saturday morning. هؤلاء تشاهدونه على الكنال الإنجليزية. لكن الشغلة التي أعملها أنه أعمل Live Stream. هؤلاء هؤلاء الـ Live. لأن الناس يستطيعون التحدث معي ويسألوني أسئلة. كل هذا هذا Live. ونستطيع أن نعمله كل جمعة مرتين. وبهذا سبب أنا أعب مواجهة جميعاً والتغير بالشغلة. خاصة إذا كانت حصل في الآن نستطيع أن نستطيع وإنخرج الآن مرة أخرى. وهذه هي تستطيع Uni قم باستعمال تحت heavy. وهذه هي تستطيع استردت هذه المميزات تحتها. أنا نكون أخر. لدي الكاميرا تحتوجيتي A7S3 يأخذها معي. وأنا يمتلك كل التليفون Xperia Pro من هنا كيفية أعمل دقرة. لكن بookصلهم على إطنايناتهم. كما سوف أعطيكم الآن بالمصرة أيضاً، نستطيع أن نتحدث فيه ونرى كل المميزات الحلوة فيها. دعوني أعطيكم الآن مصر صغيري، كيف شربتها كنت في سنة موراكا، نسجع عليه للتليفون، وذلك سوف أعطيكم أيضاً مصر بالإنجليزي عندما كنت تتحدث مع زميلي اسمه أخوان كارلوس، وقامنا تشجيل بينه وبينه تقريباً من نص ساعة، وثنين عم نشتغل على الإكس بيريا برو من كل جهتنا، هو بالسيطة بالسيطة والأنا بالسيطة بالسيطة بالسيطة. الشيء الوحيد يريد أن نتذكر أن هذه الكاميرا لديها إمكانيات زيادة، ليس فقط نرى ما يصبح عبر الكاميرا، ليس فقط نقوم بعمل ستريمينج الموجودة على الكاميرا التي نظهر على اليوتيوب، ستريم يارد أو ستريم لابس، لدينا أيضاً نأخذ الصور والفيديوهات التي نقوم بها بالكاميرا الأساسية، هي على 4K 60fps، ونستعملها كستوريج ماس، ونستعملها بالسيطة بالسيطة من الكاميرا للتليفون، ومن هنا يمكننا أن نقوم بعمل على جوجل درايف، على دروب بوكس، أي مكان الذي نريده حتى نستعمل عليها شارع، ونستعمل الناس الثانيين لذبطونا الفيديوهات. هذه هي شغلة كثير منيحة، وتساعدنا لأن هذه الكاميرا، أقل لكم أنا، ويسموها السنتر، ويكون بنصف كل الشغلة التي تعمل فيها كتابة من هذا السيطة، وتساعدنا كثيراً، هذه هي كثير كثير منيحة. رسق كثير من المقرمات رقمياً! أحسنتك! 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 كثيراً! بعضكم، ولوحسنتك! إذًا بإما كانت أن أرى جداً! ولوحسنتك! هذه هي بما التركيز الهاتفية نظرة! إذًا لديها فردي خلدي قنطة! وحين بívelما أفعل ذلك وكما يكون vào نوعات ثقافة بلاجد قياسيات منها النابor Walking المظروري يمكن أن يشعرها إلى مرسلت العثرة من المشهورات المفترين. وهذا الشيء. مهمة المونطقة منها الأوأسية. هو الفترة في سيارة التصفير. لأسطفار من مرور المسلطقة مع المتابعة من الدقائق سوياً. والمع الكتابات الكتابية سيئ على رئيسة المشهورات المفترينية. معي معي مع المهمات المفترينية بأدخل من أجمع الواضحة التي تستطيعون الاستشعراء الانباس جتكوينب غيرهي متحمدة. والآن. نعم، 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 نحن لا يحتاج أي مكان آخر من هذا القارب. الحالي هو في هذا الشيء الذي تعمله أنه نفس الشيء، نفس الشيء. نفس الشيء، نفس الشيء، نستعمل الكاميرا A7S3، آخر كاميرا من سوني، ونستعمل أيضا مع تسمى الكاج، كما يكون الكادر الذي يضع عليه للكاميرا حتى نقر نضع شيئا في الأسرة. وركبنا سوني برو، إكسبيريا برو، وغير هذا المساكي التي كنا نستعملها للتليفون، يجب أن تأكدوا أن هذه المساكية لا تؤثر على الـ Ultra Wide Band معنايته يجب أن تكون معمولة من بلاستيك بدلا أن يكون فيها حديد التي يمكن أن نرى عدة أنواع فيها في السوق هذه الأشياء مهمة لكي نستجيب ونستعمل كل المميزات الحلوة فيها أنا عملت عليها تاستيج مع اليوتيوب دغري استعملت مع StreamYard و StreamLabs هؤلاء عدة أشياء تستعملون StreamLabs لديهم تطبيق للتليفون و StreamYard نستعملها بالـ Chrome بقلبه للتليفون كثير هينة وكثير مزبوطة مجرد أن يكون لدينا الإرسال قوي على التليفون ستمشي كثير منيحة وهذه الشيء كثير مميزاتها يجب أن نتذكرها هذا التليفون إذا استعملوا التليفون كأساسة لا يحتاج إلا الكاميرا الزيادة التي تستعملها وتستعملها وتستعملوا Live Stream منه وإذا حاجتوا أيضا أن تعملوا Live Stream منه للتليفون من غير ما تستعملوا الكاميرا الأساسية لـ A7S 3 أو كاميرا ثانية يمكنكم تعملوا من التليفون لأن الكاميريات الموجودة عليه للتليفون كثير منيحة نحن نرى هذه الكاميريات من قبل خاصة Xperia 1 Mark II Xperia 5 Mark II كثير منيحة الكاميريات ولكن قوة لـ Xperia Pro أن نستعمل HDMI N وآخر شيء أيضا حتى لو لا نريد نعمل Live Stream مثلاً دعنا نقول أن نستعملها كشاشة فقط نرى ما يحدث على الكاميرا الكاميرا الأطيام التي أعيتي أنا A7S 3 الحلاوة فيها أن هذه كاميرا كثير منيحة يمكننا أن نغير اللمزات عليها ونعمل اللي بنا هي ولكن العلّة فيها أن الشاشة التي لا تقلب لأداماً معناته إذا استعملها لأعمل فيديو لا يوجد طريقة أن أرى حالي إلا إذا أريد أن أعمل بلوتوث وضع هذه لتحت وركبها ومشيها الصورة لا تكون كثير قوية HDMI N التي نستعملها للتليفون مع Xperia Pro يجعلني أرى الشاشة الصورة منها للكاميرا بال4K ضغري قدامي وكثير واضح سأرى حالي ما يحدث وأتأكد أن أنا أعمل الفوكس مضبوط عليه هذه هي مهمة خاصة عندما نسجل الفيديو وعلى مؤتمرات بهذه الطريقة نستطيع أن نسجل الفيديو دغري على الكاميرا وعندما نخلص نوصلها في USB دغري للتليفون Xperia Pro ومن هناك بسبب Ultra Wideband يمكننا أن نسجل دغري على Dropbox على YouTube على أي محل من أن نضع الفايلات دغري من الكاميرا أما أن نحاوله من الكاميرا للتليفون ومن عندما نحاوله من التليفون بعدين لمادة ثانية هذه هي مهمة كثير مهمة للفلكسيبليتي الموجودة فيها هنا ومعنا عدة طرق نستطيع أن نستطيع التليفون والكاميرايت والكاميرايت والكاميراية التي يعطونا هنا مع سوني الآن أخير أريد أن نتحدث عن من هذا التليفون ومن هذا المميزات التي نتحدث فيها هل كل الناس يجب أن تذهب إلى الفكر وبدأ تشتريه؟ الصراحة أنا لم أعطي أن هذا التليفون معمول لكل الناس هذا معمول للتليفون هذا معمول للناس التي تظل تعمل Live Streaming وهي تهتم فيها كثير في Live Streaming وتسافر وتذهب إلى عدة محلات ولكن مهم لها أن تستطيع تعمل Live Streaming من أي مكان وهذه لا تكون كل الناس ثلاثة ربائعنا نحن مبسوطين كثير بالكاميريات الموجودة على تليفوناتنا وفينا نعمل ما الذي يريدونه هنا ولكن إذا لم يحتاجون تليفون ليعمل معه الشغلات التي تعمل لكاميرات Xperia Pro والسيستام مع HDMIN لا يوجد تليفون آخر يعمل بهذا السوق الآن مضبوط صراحة صراحة سوني نزل لشغل كثير خصوصي بهذا السيستام والذي نحن محتاجينه إذا نحب نعمل Live Stream أنا سافر إن شاء الله بالمستقبل وحيصير عنا قدار نذهب إلى مؤتمرات مرة أخرى وعادة أنا كل سابت وكل خميس عندي ميتيم عندي Live Streaming مع زميلة وهذا يساعدني أن أستطيع أعمل Live Stream من أي مكان يكون مضبوط والصورة تكون كثير مليحة وما أحد يرى أن الوصول على الفيديو نزلت هذا كثير مهم بالنسبة له وإذا أستعمل الكاميرا لأعمل فيديوهات وما عندي شاشة تقرب لقدام لأن هذه ليست مهمة تستعملها بس بس كاميريات سوني تستعملها مع أي كاميرا عنده HDMI ويطلع منا HDMI Out ستمشي كثير مليحة وآخر شيء كاميرا أريد أن أعطيكم هون هذه صورة أعملت أنا فيديو وما بعدها تسجلته بالعربي بس المهم أنه استعملت كان عندي تلفونين عندي 2 Xperia Pro موجودين مضبوط ساستعملت الكاميريات القوية على Xperia Pro من واحد وضعت لل Cinema Pro ومن هوني قلبت على استعملت الشريط لفوته على Xperia Pro الثاني لا أستطيع أن أرى ماذا يعمل وهذا سيكون كثير كثير منيحة لديها 2 Xperia Pro واحدة تسجل عيه واحدة تفرج عليها من فوق والصورة يظهروا كثير منيحة كثير كثير منيحة ومميزات التي نرى هنا كثير كثير قوي الآخر شيء ما نتحدث فيه هو السعر هذا التلفون 2500 دولار 2499 دولار في أمريكا لا أعرف مضبوط أين سعره في اليابان لكن كما قلت لكم هذا التلفون لا معمول لكل الناس لكن أنا كثير متشجع مع الشغلات التي نرىها من سوني وأمنيتي أنا إن شاء الله بالمستقبل أن تصير الشركات الثانية تبدأ أن تفكر ليس فقط أن تعمل HDMI out تفكر ماذا نعمل بالتلفون لما نفوت شغلات عليه ماذا المعلومات التي نعمل فيه ونستعمل كل قوته لهذا التلفون الحاسوب من هذه التلفونات التي نرى كلها 865 أو 888 من Qualcomm نستعملها كلهم نستعملها لنعمل الشغلات التي نستعملها على هذا التلفون صراحة كثير قوية لذلك أنا أحب أن أرى شغلات نعملها زيادة شغلات تستعمل كل المميزات للتلفون ليس فقط أن نستعملها على تويتر أو على الإنستجرام أو على اليوتيوب نستعمل شغلات منه نعمل editing عليه بالPower Director نستعمل الصور من A7S3 نعمل أدت للفيديو ونعمله upload يا أما نستعملها لنرى الصورة يا أما نستعملها لنعمل live stream للإنترنت من غير ما نستعمل شي تاني كله موجود بقلب التلفون كله يمشي مضبوط مع التلفون مع HDMIN شكرا جزيلا على كل الناس اللي شايفوا الفيديو وخبروني تحرقوا لي شو رأيكم فيه للتلفون الجديد من سوني لإكس بيريا برو شوفكم إن شاء الله بالفيديو الجديد ترجمة نانسای قنقر شكرا